ساعة من تهاطل الأمطار كانت كافية لإغراق مدينة سكيكدا أحياء وشوارع مغلقة والدراسة توقفت بالكثير من المؤسسات التربوية بعد أن اشتاحتها سيول الفيضانات رغم المبارغ المالية الضخمة التي صرفتها بلدية سكيكدا على مشاريع تتعلق بحماية المدينة من الفيضانات إلا أنه ثبت العكس بعد أن عرت الأمطار بريكولاج هذه المشاريع يقول الشريع سكيكدي بأن ما حدث اليوم فضيحة من العيار الثقيل وسيناريو فيضانات 84-900-1000 المدمر أمر محتمل أمامها شاشة المشاريع التحتية وقد يعيد إلى الأذهان صورا لا يريد أبناء المدينة ككرارها بسبب مشروع فاشل